نتوسع أكثر حول هذه الجلسة الطارية والاستثنائية مع مرسلنا حيدر الأسدي من بغداد الذي ينضم إلينا وهل فعليا سيتمكن النواب من تجميع هذا العدد لعقد هذه الجلسة حيدر كما ذكرنا نعم هذا أمر بسيط جدا سوف يتمكنون من جمع هذا العدد على اعتبار أن من تحدثنا معهم هاتفيا من هؤلاء النواب هم جميعهم مصممون على أن يكون هناك جلسة استثنائية خلال على الأقل الأسبوع المقبل أو قبل نهاية هذا الشهر أغلب النواب هم يعتزمون أن تنضي الإجراءات الدستورية بشكلها الطبيعي وبالتالي سوف يكون من الممكن والسهل جدا جمع خمسين توقيعا وفقط اتلاف دولة القانون مع المتحالفين معه يمكن له ذلك أو حزب تقدم مع المتحالفين معه يمكن لهم ذلك باكتمال جمع التواقع سوف تكون هناك جلسة استثنائية تقدم هذه التواقع إلى رئاسة البرلمان التي ستحدد موعدا لهذه الجلسة على اعتبار أن البرلمان لا يستطيع أن يعقد حاليا جلسات اعتيادية بسبب دخوله في العطلة التشريعية وهذا ما يتضمنه الدستور العراقي سوف تكون عملية الجلسة الاستثنائية هي بداية الشروع لتشكيل الحكومة المقبلة بمجرد أن يكتمل شكل البرلمان دستوريا وقانونيا بعد خروج الكتلة الصدرية وتقديم بدلائهم سوف تبدأ المفاوضات الحقيقية لأن كل حزب سياسي سوف يعرف حجمه في البرلمان بمجرد أن يتم التصويت على البدلاء لأن بعض القوى السياسية سوف ترتفع أرقامها الانتخابية بعد انسحاب الكتلة الصدرية على اعتبار أن النواب الذين سيصعدون إلى البرلمان كانوا ينافسون الكتلة الصدرية وبالتالي هم أعلى الخاسرين في دوائرهم الانتخابية وعندما يصوت على هؤلاء داخل البرلمان سوف تتغير الحجوم الانتخابية للقوى السياسية وبمجرد أن تعرف كل قوى السياسية حجمها داخل البرلمان سوف تبدأ المفاوضات وسوف تبدأ العملية الحسابية لعدد أصوات هذه القوى السياسية وتأتلف فيما بينها لتذهب إلى الجلسات أو الاستحقاقات الدستورية اللاحقة وهي تشكيل 220 صوتا لانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم الانتقال إلى تكليف رئيس وزراء يكلف بتشكيل الحكومة شكرا لك حيدر الأسدي مرسلنا من بغداد